موسيقى مساء الخير أهلا وسهلا فيكن بحلقة جديدة من السيديو بيروت ومن لبنان المثلج نحاور الليلة عبر اللينك من القاهرة رئيس الائتلاف الوطني أحمد معاز الخطيب بالسيديو بيروت الليلة بين مبادرة للحل وإصراره على الحرب هل نعى الرئيس الحل السياسي في سوريا؟ ما هو رد المعارضة؟ وهل تملك إمكانية الحسم العسكري؟ إذن مساء الخير أحمد معاز الخطيب عبر اللينك من القاهرة مش عارف إذا تأس القاهرة هو بارد كما هو في بيروت حيث السلوج تساقطت على الساحل بارد وممتر ونرجو الخير لكل الناس نعم شيخ أحمد معاز الخطيب حقيقة كيف رأيت مبادرة الرئيس بشار الأسد؟ نحن نعرف أنه أنت ضد المبادرة ولكن كيف فسرتها؟ وبرأيك هي موجهة لمن؟ يعني بصراحة رأيي أنه هي ليست مبادرة هي يكسب للوقت وإضاءة للوقت لأن هذا الكلام كله ذكر من بداية الثورة ولم يتحرك أبدا هذا الكلام ليأخذ أي شكل جاد وفالي ووجه في خطابه خمس رسائل حقيقة مؤلمة جدا أنا أسميه خطاب الوداع الأخير أو خطاب الوداع ما قبل الأخير نعم ولكن إذا بتسمح رئيس هيئة التنسيق المعارضة في الخارج هيثم منع يعتبر أن الأسد انتهز بما وصفه عمليات ناجحة لجيش السوري جرت مؤخرا وخاصة في معركة دماشق هل هو استنهاد لجمهوره لأنه يعني حقق بعض الانتصارات المدنية؟ أختي أنا أظن أن هذا الخطاب هو فقط لتشجيع نفسه لا تشجيع جمهوره ولا تشجيع جيشه لأنه نحن نعرف هذا الجيش من أبناء البلد ونعرف الوضع الذي يقاد به هذا الجيش وكيف يتفتت وكيف يعيش حالته مزرية فهو خطاب يعني يشجع به نفسه ويتجلد من أجل أن يبقى أكثر لا تعتقد أنه موجه لروسيا وللحل السياسي الروسي أو موجه للأخضر الإبراهيمي الذي قطع طريق لهذا الحل السياسي؟ لا أختي أعتقد أن هذا الرجل يعني يعيش في وهم في جو خاص به وهو يحاول أن ينقل هذا الجو إلى الخارج متجاوزا كل الظروف الموضوعية التي تحيط به وهذا طبعا يعقد المشكلة أكثر ولكن الأرض سوف هي تنطق في النهاية الثورة سوف تمضي في طريقة هناك معطيات مادية موجودة لا يستطيع خطاب أي شخص أن يتجاوزها ويقفز فوقها إذن سمعت ماذا قال الرئيس بشار الأسد هل هذا يعني أنه يريد أن يحاور الدول الغربية؟ ومن يدعم الائتلاف الوطني السوري؟ أختي هو يريد أن يحاور نفسه لأن الدول الغربية والشرقية والصديقة والشقيقة والمحبة للسلام والمحبة لغير السلام كلها أتت وحاولت أن تساعده للخروج من الأزمة التي أوصل البلاد إليها وضيق الخناق فيها على الأمة وحرم الناس من حرياته البسيطة وهذا النظام للأسف الشديد لم يستجب لنصيحة الصديق وخسر كل أصدقائه فهو يخاطب نفسه لا يخاطب أحد ومواقف الدول أعلنت في عنده بعض الحلفاء التقليديين روسيا، الصين، إيران مللنا من سماع هذا الموضوع وباقي الجهات كلها نصحته وكلها كانت بصراحة تجده الصديق الجيد هو خسرها بتصرفاته كما قلنا مرات عدو عاقل خير من صديق جاهل هو كان الصديق الجاهل الذي أضع كل شيء طيب، هو عنده أصدقاء يعتمد عليهم روسيا، الصين، وإيران أنتم مين أصدقائكم؟ وعشو عم تعتمدوا؟ والله أختي الكريمة لحقلك بصراحة كثير لأنه أخوة يسألون من يدعم المعارضة؟ من يدعم الائتلاف؟ أكيد في قوى إقليمية وقوى الدولية لها مصالح متشابكة ومتعارضة بس أقول أن الشعب السوري الآن وهذا كررنام مرات كثيرة مهما تلقى من دعم أو مساعدة دفع ثمن حريته من دمه والشعب السوري الآن يعرض لتجويع وحصار وهو سيتابع طريقه قد تدعم بعض الدول قد لا تدعم قد تفي بعهودها قد لا تفي بعهودها الشعب السوري دفع ثمن باهظ جدا جدا فهو بالأساس يعني يحمل قضيته بنفسه بعد ذلك أتى هناك العون كان هناك مزيد خير ما أتى هداك العون يعني عاش في أقصى الظروف وسيتابع طريقه كان في أصدقاء أو ما كان في أصدقاء نعم ولكن يعني حتى حضرتك قلت أنه كنا موعودين بسلاح أو في بعض البلبان تمنع دخول سلاح أو نوعية سلاح مهمة إلى الجيش الحر يعني بالنهاية الدول متكتلة لتدمير سوريا هو يتكل على أنظمة نعرف شو هي بس في البقية شو عم بيعملوا أختي هناك مصالح أقليمية ومصالح دولية سوريا صارت بصراحة ساحة لتصفية الحسابات وهذا النظام برعونته هو الذي أدى بالساحة إلى أن تصل إلى هذه النتيجة كانت مطالب الشعب السوري بسيطة جدا كان يعني كل الشعوب تحتاجها لم يتعامل معها النظام بإيجابية من اليوم الأول وأنا من أول مظاهرة خرجت في دمشق رأيت العصي الكهربائية ثم الضرب ثم الاعتقال ثم السجون ثم 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 ويعيش في تأليه لنفسه هذا النظام فهو الذي أدى إلى خراب البلد بهذه الطريقة ما في أحد يتمنى بقوى المعارضة كل هذا المصير الذي تمشي إليه البلد شيخ أحمد معاذ الخطيب قوات النظام لن تستطيع أن تحسم المعركة بعد سنتين أو أقل من سنتين الجيش الحر أيضا ليحسم المعركة ستأخذ ربما سنوات أو أشهر ما هو حلكم لهذه الأزمة السورية بعيدا عن تدمير البلد وعن قتل الناس أختي هذا الكلام من أول أيام الثورة السورية شخصيا طرحت أكثر من مبادرة كنت أكافأ بك وراء كل مبادرة بالاعتقال هاي بلدنا ونحن لا نرضى أبداً بتفتيتها ولا تمزيقها رعونة النظام وظنه أن الشعب السوري هو شعب من العبيد أدت إلى هذه النتيجة الشعب السوري قرر أن يتابع طريقه في الحرية يصفه هذا الرجل بما يشاء هذا شأنه أما كل قوى المعارضة تتمنى أن تحل الأمور بطريقة سليمة أنا عندي الآن طبعا بالإتلاف سيعقد اجتماع قريب لتقرير مبادرة ما أو الرد بشكل رسمي أنا أقول فكرة بسيطة جدا يعني إذا كان الثوار كلهم مجرمون كما وصفهم ويعني كل من في الخارج متعاملون وكل المعارضة السيئة طيب أنا أقترح اقتراح بسيط جدا ليكون أقرب الناس في الداخل ممن لم تتلطخ أيديهم بالدماء يستلم حكومة انتقالية ويتنحى هذا الرجل وخلصة المشكلة ببساطة شديدة ونحن نتعامل مع أبناء شعبنا مهما كانوا من أي طائفة من أي حزب من أي مجموعة ما عندنا مشكلة أما عندما يقول أنه الشعب السوري كله ما في حدا يحاوره فهذا ينقض كلامه في البداية وبعد ذلك هو تحقير للشعب السوري كله حتى المعارضة الهشة الموجودة في الداخل والتي النظام يحاول يستثمرها يعني ما مشي حالها في الآخير وهو لفظها ورفضها فعندما ينظر إلى الشعب بهذه الطريقة لا يمكن الحديث أنه يعرض مبادرة وأن الثورة تساهم في الإشكالات بالعكس الثورة كلها تتجه إلى حماية مصالح الشعب السوري والشعب السوري منذ أول يوم يعني فيه كلمة يا حبيب علق عليها ولو أخذت دقيقتين إذا سمحتي لي قال أن الثورة السورية لا فيها مفكرين ولا فيها فكر ولا فيها قادة وأنا أقول أول مفكر وأنا أقول الآن يعني أعلن اسمه عطر الثورة السورية سأثميه الشهيد غياث مطر إذا كان بشار الأسد مسمعا عنه يقرى عنه مرة ثانية هذا الرجل كان يحمل الورود والماء البارد إلى كل الجنود وعناصر الأمن مشان يقول لهم لحنا نبحث عن الحرية لحنا لا نبحث عن تخريب البلد هذا الرجل كوفئ بالاعتقال وعذب عن جميل الحسن الذي سيأتي اسمه الآن إلى محكمة الجنايات الدولية قريبا بإذن الله تعالى هذا الرجل عذب وقتلعت حنجرته ووضعت في كيس نيله وسلمت لأهله هذا موسمع عن بشار الأسد باسمه يعرف أنه هذا هو الفكر اللي حاملته الثورة والثورة هو يتصرف معه الآن مثل فرعون تماما يقتل كل أبناء شعبه مشان ما يخرج منهم قائد هو يقال ما فيه بالثورة السورية قادة كل طفل من أبناء الشعب السوري هو بذرة قائد بداية من أطفال درعة إلى نساء بانياس إلى أهلنا في الجزيرة إلى أهلنا في الشمال إلى الأطفال الذين الآن هم لاجئون في كل المناطق في سوريا هلنهم كل واحد بذرة قائد هذه الفرعونية انتهت والشعب السوري سوف يتابع طريقه وليفعل بشار الأسد ما يشاء نعم إذا بتسمح رح نتوقف لحظات مع الإعلان نرجع نحكي عن الحل عن الحكومة وعلاقتكم بجيش الحر ترجمة نانسي قنقر نعود إلى برنامج ستوديو بيروت وضيفنا عبر لينك من القاهرة الشيخ أحمد معاذ الخطيب رئيس الإتلاف الوطني شيخ أحمد معاذ الخطيب قلت أنه في مبادرة رح تتبلور خلال أيام من الإتلاف الوطني قلت أنه بتقبله بأي حكومة بتتألى في حكومة انتقالية حتى من القوى التي هي داخل سوريا هل هناك بنود أو نقاط أخرى ستناقشونها بالنسبة لهذه المبادرة تعطونا فكرة شو ممكن تكون هذه المبادرة أختي قلت لك المبادرة الرسمية سوف تخرج أنا أقول لك عن فكرة عامة أطرحها الآن هذا الشخص يعتبر أن سوريا كلها تختزل به لا يوجد أحد ولا يمكن لأحد أن يتحرك ولا يتصرف ولا يدير ولا يقود حكومة في الداخل كفاءات عالية من أبناء شعبنا الذين لم تتلطخ أيديهم بالدماء ليتنحى هذا الرجل وليعطي حكومة بصلاحيات كاملة أي أنها تدير كل الدولة كل البلد من الناس الذين في الداخل هذه حكومة انتقالية تمهد لمشروع سياسي تتفاهم مع المعارضة تتفاهم مع كل القوى في الداخل في الخارج وشعبنا يمتلك كفاءات مما كان بيرأسها؟ مصادرة كل القرارات مما كان بيرأسها؟ يعني إذا فاروق الشرع هو رئيس هذه الحكومة كما اقترحه تقبله فيه؟ إذا كان في عندك حكومة انتقالية بصلاحيات كاملة وهذا الرئيس يعلن أمام الناس رئيس هذا النظام يعلن أمام الناس أنه تنحى لأنه فيه شعب السوري ليس شعبا يتيما ولا عاقرا وما وقف على آل الأسد ولا لح ينتظر حتى يوم الدين مشان يخرج من إطارهم يتنحى هذا الرجل يعلن أمام الناس خلال شهر خلال شهرين وتسلم البلد إلى حكومة انتقالية من الناس الذين لم تتلوث أيديهم بالدماء مع صلاحيات كاملة للحكومة وبعد ذلك تتفاهم مع كل الناس في الداخل وفي الخارج وخلصنا شيخ معاز أنت لتقيت مرتين بالأخضر الإبراهيمي آخر مرة من ثلاثة أيام هل هناك مبادرة واضحة سياسية من الأخضر الإبراهيمي؟ وإذا صحيح هذا الشي هل فيها نقاط ضعف؟ هل فيها نقاط بتجتمعوا أنتو بيه؟ يعني فينا نقول لكم تتوافقوا معه للأخضر بهذه المبادرة؟ يا أختي الأخضر الإبراهيمي هو يحاول تقريب وجهة النظر على الصعيد الدولي وعلى الصعيد المحلي يعني مثلا الروس لديهم فكرة والأمريكان فكرة هو يحاول أن يوجد صيغة حتى الآن لم تخرج صيغة يعني تقدم حلا واضحا للمسألة سمعت يعني آسف الإهانات التي وجهت له يعني مع أن هذا الرجل يعني بصراحة حتى قوى بالمعارضة لا يعجبها حركته وغير ذلك هذا الرجل وسيط حتى الآن لم تطرح مبادرة واضحة للأمر فهي خلاصة الموضوع عندما تقدم مبادرة واضحة يتعامل معها الناس هو حتى الآن يقرب وجهات النظر ولم يحصل على نتيجة إيجابية من دمشق كما فهمنا منه نعم هو غدا سيلتقي يعني الجمعة سيلتقي الأمريكيين والروس أنتو شو اعتراضكم على المبادرة الروسية أختي المبادرة الروسية يعني أول شيء حتى الآن روسيا لم تعترف أن هذا الشعب يذبح والروس بدل اتجاه إلى اللوب يعني ينشغلون ببعض الأمور الجانبية هم يقولون نريد حل سياسي طيب نحن نريد حل سياسي على حساب ماذا؟ على حساب دمائش ناس؟ قال يبقى بشار أسد لألفين وثلتاش مع إعادة فرصة انتخابه طيب كل هذا الدمار أنا قلت في فضائية تانية أنه عندنا في سوريا اللي بدي أخذ إجازة سوائد سيارة بده سجل عادة لنظيف في عندنا اثنين وستين ألف شهيد طيب هدول وين؟ البنية اللي دمرت أنا معلش بتسمحيلي أبدأ أذكر لك قصة ذكرها أستاذ ميشيل كيلو؟ نعم تفضل كان هو في السجن فعندما استدعى السجان وأخذوا إلى غرفة فتح الباب وقال له وجد امرأة أو طفل صغير قال له حكي له قصة قال له على ما أذكر قال له عمه كان في عصفور حلو قال له عمه شو هاد العصفور؟ قال له كان في جنينة حلوة قال له شو هاد الجنينة؟ في بستان في طابة الطفل ليست عنده أي مفردات الأم صارت تبكي شو قصتك؟ قال أنا معتقلي في هذه الزنزانة ست سنوات وهذا الولد نتيجة اغتصاب من أربع سنوات ولد في الزنزانة وبقي أمام التافل هاي أصغر جريمة ممكن تنسب إلى النظام ورئيس النظام وأركان النظام لا يظن أحد أنه لحنا من عادي شعبنا لحنا عنا قائمة بمئتين وخمسين اسم هاي قائمة السوداء هدولة مجرمين اللي عم وجهوا كل الجرائم في البلد وستتوجه اللجنة القانونية إلى المحكمة الجنائية الدولية وأقول لهم لا تظنوا أن ما حولكم من القوى والسلاح سيحفظكم الجنرال بينوشي بعد 30 سنة وعمره 80 سنة يجر إلى المحكمة هذا سفاح السلفادور الذي قتل بتشيلي الذي قتل الناس ففي عنا قائمة بعد ذلك لحنا بنساوي مصالحة وطنية بين الناس فهم يعني لا يشعرون بجرائمهم يتفاخرون بها اليوم ارتكبت جريمة كبيرة بحق بحق الطائفة العلوية يا أختي اليوم ارتكبت جريمة إذا ما حدد ريان فيها تعرفي شو هي كيف يعني القتل عدة مرة تفضل هذا جريمة من الجرائم اليوم يا أختي صار تبادل للمعتقلين سمعتي بهذا نعم الإيرانيين عندنا بطل من أبطال الثورة السورية نعم تمام بطل من أبطال الثورة السورية رئيس المجلس العسكري للغوطة الشرقية هذا الرجل رفض أي فدية مالية رفض أي ابتزازات وأطلق صراح من يطيق من كل أبناء الشعب السوري من كل الاتجاهات من كل الطوائف لأنه هي حياتنا لنحن ما عندنا إشكال مع أي طائفة أخرى النظام رفض عدة مرات أن يساوم في إخراج وإطلاق صراح 200 ضابط على المعتقلين في حلب هو يقدم لك حتى هذه الطائفة يقدمها للذبح يقدمها من أجل أنانية الكرسي هذه جريمة يعني ما حسوا فيها الناس لنحن بغض النظر عن خصومتنا السياسية نقول كل واحد من أبلاد هذا البلد عنده عائلة وعنده أهل وعنده أولاد ونحن نتألم لكل واحد والنظام هو الذي وضع الجميع في مواجهة بعضهم لأننا بصراحة لن نتواصل مع كل إخواننا من كل الطوائف وخصوصا من إخواننا العلويين وفي أعلى مستويات الدولة لذلك نطالب مرة بعد المرة أن تبقى الناس في مواقعه حتى لا يحصل فراغ وهناك صفقات سوف تتم مع أكبر رجال الدولة من أجل تقويض هذا الفساد الموجود فاللعب علينا وإظهار الأمور بطريقة أخرى الجرائم التي ترتكب بحق الشعب السوري غير مسبوقة 84 مخبز قصفت يا أختي لك بأنه دين بأنه مذهب بأنه عقلية حربية شيخ معاز معلش هذا الموضوع أنت حكيت عن جريمة بحق العلويين عم تحكي عن 200 ضابط رفض أنه يطلقوا صراحهم 200 ضابط علوي هل قتلوا مطلق صراحة الأجانب هذول عنده أغلى الشعب السوري ينكب شو ما كان يكون هول قتلوا هذول مأسورين في الشمال مأسورين في الشمال هذا الرجل يتركهم أسرى مو جريمة هذا إنسان يستطيع أن ينقذ أولاد بلده فيتركهم في الأسر شو علاءتكم بالجيش الحر الائتلاف الوطني يمكننا أن نقول في جناح سياسي وجناح عسكري نعم نحن المظلة السياسية لكل قوى المعارضة التي تعمل ضمن رؤية الائتلاف الجيش الحر طبعا جيش له آليته وتنظيمه وقيادته ونحن نتفاهم في الخطوط العامة وبيننا صلاة بقنوات معينة وشو صار بالحكومة كنا منتظرين حكومة من هذا الائتلاف الحكومة يعني ما تزال تحت الإعداد لأن هذا أمر بأرقى دول العالم برلمانيا أحيانا تستغرق الأمور أشهر حتى تنضج الأمور وهناك وجهات نظر وهناك دقاشات في الموضوع ونرجو أن لا تطول كثيرا نعم أنا بدي أسألك عن طبعا وضع بعض المسلحين اللي بيقولوا أنها تابعين القاعدة في الساحة السورية شو ردك على هذا الموضوع وخاصة أنه يعني تعرف أنه نحكى بأنه في جهة معينة هي أصبحت على لائحة الإرهاب بالنسبة للايات المتحدة الأمريكية أختي الكريمة النظام يبتز دول العالم من زمان بهذه الفكرة طيب هو وقت كان يعني على صداقة مع الدول الأخرى كانوا هدول مؤرهابيين الآن صار الشعب السوري كله إرهابي الثوار كله إرهابيين في كل بلد في الولايات المتحدة في الشرق في الغرب توجد بعض المجموعات التي لها تفكير خاص لنقول منحرف هذا الأمر لا يعني التعميم لا يعني الإطلاق وقلنا مرارا كثيرا كل إنسان بنادق الثوار متجهة إلى جهة واحدة هي إسقاط هذا النظام والفكر الدموي الفكر التكثيري الفكر الذي يريد أن يهدد النسيج الوطني السوري نحن ضده ليس النظام ضده لأن النظام هو الذي يخربنا وهو الذي يضعنا في مواجهة بعضنا فهذا الفكر التكثيري مرفوض عندنا تماما ولكن النظام يحاول إبراز كل الثورة هي ثورة إرهابية كل الناس هؤلاء الذين دمرت بيوتهم كلهم إرهابيين هالناس اللي عم تتحرك بكل القطر العربي السوري كلهم إرهابيين وأنا لحل لك أمر داني يا أختي النظام يجتث المجتمعات من جذوره لح أذكر لك قصة تانية سأقول يعني ما جازا فليقول النظام ما يشاء لحنا من وقت منذ ولادتنا يجتث تاريخنا تجتث أخلاقنا تجتث بنيتنا الاجتماعية النظام دخل للبنان فترة وأنت تعلمين أكثر مني هل كان الشهيد صبحي الصالح إرهابيا وليد كمال جمبلاط إرهابيا سليم اللوزي إرهابيا سمير القصير إرهابيا جبران تويني إرهابيا كل هؤلاء الناس كانوا إرهابيين لا هذه طريقة النظام ولكن في لبنان ظهرت والشعب اللبناني بيعرف تمام النظام السوري القمعي الوحشي الذي يجتث المجتمعات من جذورها ويعقدها ويعني يدعمل معها بوحشية غير مسبوقة الشعب السوري مسكين من 50 سنة يعيش هذه الحالة لا أحد يحاسس فيه الآن هذه الثورة فجرت آلامه للشعب السوري بدأت الناس تحس فيه بدأت المجتمعات تحس فيه بين مشفق عليه وبين مناصر له وبين متردد بصراحة نعم بصراحة هل تعتقد أن الحل سيكون عسكريا؟ والله يا أختي حتى الجيش الحر ليكو العقيد أبو فرات الذي استشهد من فترة بسيطة والله العظيم هذا قائد فكري وقائد ميداني هذا شو كان عم بيقول الفيديو اليوتيوب تبعه موجود لساته باليوتيوب كان عم بيقول أنا بتألم لكل واحد عم يموت من ولادها البلد أنا عم تألم لكل آلية عم ندمرها ما في حدا بالثورة كليات يتمنى أن تنتهي الأمور بحل عسكري إلا إذا هذا النظام هو يريد أن يقبع الشعب السوري ويكسر رأسه فالشعب السوري لن يكسر رأسه بس ماذا تتوقع؟ ماذا تتوقع؟ هل سيكون الحل عسكرياً أم سياسياً؟ أضع توقعه الخاص لا الأمور تمشي في سيرها نحن نتمنى أن العقلاء في النظام بقيتهم طبعاً وفي منهم عقلاء لنعترف بعض أخواننا في المعارضة لا يعجبهم هذا الكلام بس في عقلاء داخل النظام ونحن على تواصل مع بعضهم وننتظر أن يكون له دور وتتابع هذه الأمة طريقة بعيدة عن آل الأسد ومن لف لفه من العصابة التي جيرت البلد كلها لهذه الطغمية واضح شيخ أحمد معاذ الخطيب أنا بدي أشكرك بنهاية هذا اللقاء إن شاء الله يكون لدينا لقاءات مثل ما بقوله فايس تو فيس ولكن ليس عبر اللينك مقبلة أنا أذا بتسمح لي يكون عندي كلمة صغيرة للاجئين السوريين في الأردن وفي تركيا وفي لبنان خاصة حيث الثلوج تتساقط أننا نفكر بهم وسنساعد قدر الإمكان فشكراً للمشاهدين أختي الكريمة تفضل أنا بدي تعطيني نص دقيقة تفضل أخوانا الكرام السوريين الآن نحن البارح عشرات الاتصالات من أجل أخوانا في مخيم الزعتري من أجل أخوانا في مخيم السلام وأطمئ في تركيا ما يظن أحد أننا ننساهم في جيش من العاملين في الليل والنهار ولكن المأساة أكبر بكثير بين الداخل والخارج أنا أقول لكل السوريين وكل يوم أتلقى عشرات الاتصالات من أجل أن يقوموا بعمل أنا أناشد السوريين في كل العالم أقول الحكومات مشكورة تبذل جهد أخوانا في الأردن أخوانا في تركيا وأخوانا في كردستان وبعض أخواننا مشكورين في لبنان ولكن هذا كله لا يكفي أنا أطلب من كل سوري أن يتصل بأختنا ممثلة الائتلاف في الأردن الأخت السيدة ريمة فليحان الذي عنده كارفانة يا أخواننا ينقلها الآن إلى أخواننا في المخيمات اللي عنده بطانيات ينقلها لحنا الشعب السوري لن نتذلل لأحد لن نشحظ من أحد إذا الدول أرادت أن تساعدنا وكثيرون هم من يساعدون في الإغاثة مشكورين ولكن نحن نريد دعما أكبر أنتم السوريون هذا واجبكم الأخلاقي والديني والوطني إخوانكم يعانون معاناة شديدة أوجه نداء وشكرا جزيلا للأخت جيزيل على إتاحة هذه الفرصة يا أخواننا الواحد اللي عنده قدرة يروح يسافر على الأردن ونشوف احتياجات إخوانه يساوي صدقة جارية يساوي مشروع يساوي تغطية لبعض من يعانون وسيكون من وراء ذلك خير كثير نعم شكرا شيخ أحمد معاز الخطيب شكرا للمشاهدين وفاء وإلى اللقاء الأسبوع المقبل